السلام عليكم ومرحبا بكم في شهيوه جديده مشهيوه ام انات ضمن الوصفات السهله والاقتصادية اسعد الله مساءكم اول شي كنتم من يلقاكم الفيديو في احسن الاحوال وفي صحه جيده اليوم سنقدم لكم واحد البسبوسه خطيره جدا مع الكل واحد درجه اللي لا تصوره فالصور طبعا خير ودليل لذا قنا عندكم سيطلبكم ويسولكم على المقادير ببيضتين فقط ونضيف لها واحد مكون اخر لك اعطيها واحد ماداق خطير جدا مميز كتدب في الفم دوابان كيف ما كتشوفوا معايا في الصوره فما تبخلوش ليه طبعا بلايكات ديلكم كالتشجيعات طبعا منكم ليه وقد اندوز ان شاء الله مباشرة للمقادير فبنسبة المقادير كيف ما كتشوفوا معايا عندي هنا يا جوج ديال حبات ديال ماندارين باكية ديال الفانيليا وباكية ديال الخامرة الكيموية 15 كرام كأس الا ربع من زيت نباتية كأس الا ربع من السكر كأس الا ربع من الماء وكأسين من السميد عندي هنا بيضتين بالنسبة للسميد فطبعا ما غنضيفوش كله طبعا كيبقى على حسب نوعية السميد اللي عندكم حجم البيض وكذلك السائل اللي كيكون عندكم في البرتوقال ليه لكم عفوا الماندارين هنا بنسبة الماندارين فاكي يكون طبعا مغصول جيدا لانه غدي نستعمله طبعا القشر دياله فاستير فاد الوصفة طبعا هو الماندارين المداق المميز والخاطر فاختاروا الماندارين اللي يكون القشر دياله رقيق جدا ستكون فيه واحد نسبة ديال المياه او لا نسبة ديال العاصر فاستفى غدي نقطعه بشكله هو ونلاحظو بانه الماندارين دياله طبعا نقي ما فيهش ديك الزريع دياله او لالعطيمات دياله كان نقيه جيدا ثم كنعمله في الميكسر او للطرب الكهربائي بالنسبة للي انا هنه غدي نستعمل فقط الطرب الكهربائي اللي يدوي كافي جدا فاستفين بعد ما عملتوه هنا يا فاد الانا غدي نضيفو السكر بالنسبة للسكر تقدروا تنقصوه لانه كتجي حلوه تقدروا تعملو فقط نصف كأس لانه بقي غدي نسقيها بسيرو فاكيف ما كتشوفو ضيفت السكر ضيفت الماء فهنا جميع الكؤوس كؤوس عنباء كأس الا ربع ما يقارب مئة وثلاثون ميليليتر فاستفي كيف ما كتشوفو ضيفت الزيت ضيفت السكر كذلك الماء فهنا غدي نضيف فقط في الاول غدي نضيفو الفانيليا يعني كز دي اللباني 8 جرام بالنسبة للخميرة فكنضيفوها دائما في الكيكات حتى النهاية كنضيفو الدقيق او لا السامد فغدي ننكسروا البيض لي كيكون طبعا بدرجة حرارة المطبخ وانا هنا فادا والشكل اللي يالو كيف ما كتشوفو كنخلطو الكل مع بعض كنخليو كؤوس سميد والخميرة الكيموية حتى النهاية يعني ما عدا هاد العنصرين كنخليوهم حتى النهاية سافي بنسبة لي انا كيف ما قدتكم عن استعمل طراب الكهرباء اليادوي كافي جدا اللي ما عنداش فكا تستعمل المولينيكس فهي كذلك جد عملية قدي نطرب الكل جيدا حتى كيولي لي القشر دي الماندارين يعني كيختافي وكيولي يعني حبيبات دقيقة جدا يعني كيكون الخالي دينا طبعا املاس وما كيكونش في ديك الحبيبات الخاشنة دي القشر سافي كيف ما واضحة في الصور كنخلطو العناصر جيدا حتى كت يعني الماندارين دينا كيت تتحن جيدا فاللي عندها كيف ما قدتكم تتحن الكهربائيه هي احسن ساف من بعد ما عن تحنو الكل جيدا متأكدوا بانو الحبيبات الماندارين والسكر كلو جانس مع بعض في الاول غدي نضيف كأس فقط من السميد هكذا كنتجنبو بانو مايجيناش الخالي تقاسح بززاف لانو السير في البسبوسة دينا اليوم مخساش تكون خفيفة بززاف ومخساش تكون تقيلة بززاف بحكم انو الى ما تجوج يعني كأسين فعلي حسب كين السميد اللي كيتشرب كين ما كيتشربش بالنسبة للنوعية السميد اللي السعمت انا هنيا السميدة ديال الحرشة وديال بسبوسة المعروفة فهنيا كان نشل لكم بليد ديالي انا انا مغسم لش الكأس الاول كيف ما اكششتو اضيفت الكأس الاول مع الخميرة الكيموية وانا غدي نخلط الكل جيدا ثم غدي نشوف الخليط ديالي واش غنزيدله ولا غنكتافي الكأس الثاني طبعا عيني ميزاني كم قنضيف شيئا فشيئا اول ربع ثم نصف ويلا احتجت الكيميه يعني اطاريت اني استعمل الكيميه كله فكيف ما كتعرفون انتم السميد مي كتتوقفوا الطراب الكهربائي وكترتاح معكم الخليط فالخليط كي يقصح معكم وكي يقصح معكم وكي يقصح تقيل بحكم انه السميد كيتشرب فاردوا البال من هاد النقطة يعني وخابر لكم في الاول خفيف نوعا ما فما تخافوش منه سفي كيف ما كتشفوه ضفت قليلا ما من الكأس الثاني ربع وده بغدي نضيف ربع اخر يعني هي النصف يعني انا هنا استعملت تقريبا كأس مملوء ونصف من السميد الخاص بالبسبوسة والحرشة كيف ما كتشفوه معي واضح هنا يا استعملت فقط من نصف كمية السائلة غدي يكون عندكم في الماندارين هنا غدي ناخد القليل من الزبدة وغدي ندهان المول ديالي بنسبة اليوم غدي نستعمل المول ديال لاكيش انتم ما كتستعملوا طبعا اي مول عندكم فهنا اخترت اليوم مول دائري كتجي فيها الكيكا او البسبوسة ديالنا منظر كتاتيها منظر رائع فغدي ندهنوا جيدا وغدي نرشوا بالقليل من السميد وبقامع ان شاء الله باش تشوفو الطريقة لتحضير السيرو فاسع فيه كيف ما كتشوفو معي بعد ما دهنت المول جيدا ورشيتو بالساميد هذا هو القوام اللي يخص يكون الخاليط يعني كيكون مخفيف متقل يعني القوام ديالو واضح في السورة الفرن طبعا كيكون ساخن مسبقا اعلى 180 درجة من تحت الفوق بالمروحة الهوائية يعني اللي كتبدو في تحضير الكيكا كتشغل الفرن هنا عندي فوحة الكسرول غيغا ندخل الفرن ونحضر السيرو عندي هنا يا كأس من السكر كأس إلا ربع فرن السكر كأس إلا ربع من البرتقال التازج غنزيد نأكد لكم تازج يعني غديكون معسر هكذا يعني كيجين مدق ديالها خطير جدا ما غنزيدوا عليه هاتش يمونكيه ما عندكم مش العسير التازج فبالإمكان ديالكم كأس إلا ربع من الماء كأس إلا ربع من السكر وكتعملوا فيه القليل من الفانيليا والقشر ديال البرتقال أو للقشر ديال مندارين كتنكهو بها وكتخليه برد على جنب ضروري من هاد العملية لأن الكيكا ممكن خرجوها سخونة من الفرن ضروري السيرو او لا باش غدين ساقو يعني السائل يكون عنا برد والعكس صحيح إلا كان السيرو سخون فالكيكا ستكون بردة هنا غدي نضيف لها واحد الإضافة اللي هذا هوسر اللي كي خلي الكيكا كتجمع اللي كمعنا غدي نضيف واحد ملعقة كبيرة من المربا المربا اللي كتكون طبعا خالية من الحبيبات غدي نخلطها جيدا ثم غدي نخليها على جنب تبرد وكان ساقو مباشرة بها البسبوسة دينا وهي سخونة يلا جبدناها من فرن فكيف ما كتشوفوا ما شاء الله سيرو كيجي غزال وهذا هو القوام ديالو هذه هي البسبوسة ما شاء الله كتجي رائحة ديالة طيبة وشوفوا معي يعني كتجي يعني بلا ما تسقيها صراحة كتجي رطيتها ولكن كيف ما كتعرفوا البسبوسة لازم ما نسقيها باش كتعطين هذه التعليق فغدي نزيد نأكد لكم يعني هنا كنسقي البسبوسة ديالة هي سخونة سخونة بسيرو كيكون بارد يعني كنجهزوه مسبقا اولا كتوجدوه قبل ما تستوجدو الكيكا ما تخافوش من الكمية ديال السيرو فغدي تشربها كليا وخايجيكم كتير فهي مش حمر تحت ويعني على غد ليها يعني على غد ديالة ميكتبات كتولي يعني ما نعود لكم مشان التعليكا خاطرة جدا صافي من بعد ما تشربت لي كيفما كتشوفوا السائل كله تشربته غدي ناخد الكوك أي جوز الهند غدي نزينه بها الطريقة تقدروا تزينوها بطريقة عشوائية يعني كتزينو الوجه ديالة أو السطح ديالة باكمله او لا تاخدو مكسرات مثلا بحل لوز كيكون ايفيلي او لا مجروج كيكون محمر فطبعا طريقة تزين كتبقى اختيارية ولحسب الادواق ديالكم غاتبقوا معي ان شاء الله حتى النهائية باش نفتح معكم واحد القطعة مرة اخرى لانني سبق ليفتحت معكم الاول ديال الفيديو فصراحة كدي شيشة يعني اهش ما يكون البنة ديالة ويعني مكت يعني كل قدمة يعني غدي ديكم العائلة عالم من الخيال خاصة مع فنجان قهوة او لكاس شاي صراحة هاد البسوسة ها هي يعني غات تعجبكم بزاف كل قدمة منا غاتاخدكم الى عالم الخيال صراحة بنينا بنينا بزاف خاصة مع فنجان قهوة او كاس شاي كانت منها اثناء الاعجاب ديالكم ما تبخلوش عليا كيف ما كان قولكم دايما بالتعليقات ديالكم اذا عملتوها قولوا لي كيف جدتكم او ما بقى لاختي الا نقولكم دمتم فرعات الله وحفظه والسلام عليكم